ولكن دكتور عفوا اتفاق على عدم وجود ما يخالف الشريعة والارتقاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاستفادة منها على أكمل وجه ويعني أنها مسارات شرعية خالصة لكن يأتي من يقول أن هذه المسارات أنتم تنسبون إليها التصوف وهي لم تؤسس التصوف طيب الشريعة بحر ارتوى منه العلماء فأثمر مدارس ومناهج زي ما احنا عندنا في باب الفقه الإمام الشفعي والإمام مالك والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة هو إيه اللي خل الشفعي هو الشفعي وإيه اللي افترق فيه الشفعي عن أحمد وليه الشفعي ما بقاش نسخة من أستاذه مالك صحيح صارت عندنا مناهج في فهم أنوار الشريعة في باب الفقه والأحكام والفروع الفقهية فصارت هناك أذواق ومناهج في الاستنباط جعلت المدرسة الشفعية والحنفية والملكية وهكذا الإمام الشفعي والإمام مالك دول مناهج علم ومناهج استنباط والأحمد بن حنب لأولي الشفعي داك الشمس للدنيا والعافية للبدن وكذا زي ما في هذه المدارس في فهم الشريعة في باب الفقه هناك هذه المدارس التربوية التي تتفاوت وتختلف في استنباط عطاء الشريعة في أنوار السير والسلوك والأذواق والمواجيد فزي ما عندنا أحمد والشفعي وأبو حنيفة في الفقه عندنا أبو الحسن الشذلي وعبد القادر الجلالي وبهاء الدين نقشبند وغيره في باب الإحسان إحنا متفقين بداية أن الحديث الشريف حديث جبريل هو المؤسس لهيكل الشريعة البنورامة العامة للدين وأنه إسلام وإيمان وإحسان وأن الإحسان هو رتبة أهل الله وأهل التصوف الإسلام الفقه يخرج فيها أبو حنيفة والشفعي ومالك وأحمد الإيمان العقائد وعلم الكلام يخرج فيه إمام أبو الحسن الأشعري وأبو انصور الماتوريدي والإحسان التصوف يخرج فيها أبو الحسن الشاذري وعبد القادر الجيلاني